انتخابات الأسئلة الأمريكية اللي لسه 2020 ولكن الصراع بدأ من دلوقتي يا سيد مكرم زي ما حضرتك بتشوف المشهد شايف الوضع ازاي؟ أولا يعني واضح جدا أن العزب الجمهوري يلتف حول رئيس ترامب واضح جدا من الإنجازات الاقتصادية التي تمت وانخفاض معدلات البطالة إلى 4% أنه ترامب يعول كثيرا على إعادة انتخابه وأظن أيضا أنه غالبية الجمهوريين يريدون ترامب حاكما للولايات المتحدة مرة ثانية يعني في توحد للجمهوريين حول إمكانية أن يكون ترامب رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية المشكلة موجودة في داخل الديمقراطيين وصلت لحد السبب أو السبب وصلت لحد السبب أيضا فضلا عن تعدد المرشحين فيه أكتر من 22 مرشح لكن أنت عارف أن في أمريكا لازم المرشحين ده يتم تصفياتهم من خلال مؤتمر الديمقراطيين ومؤتمر الجمهوريين لو كان فيه أكتر من مرشح المؤتمرات ده سوف تؤقد أعتقد في أغسطس هيؤقد مؤتمر الديمقراطيين عشان تصفيات 22 مرشح بحيث أن المرشحين اللي ينزلوا إلى المركة يكونوا مرشحين باسم الحزب الديمقراطي بين المرشحين العاديين فيه ثلاثة أو أربعة يمكن أن يحققوا تقدم في الانتخابات مرشحين أقوية لكن الحصان الأسود في الانتخابات الأمريكية يتمثل في السيناتور إليزا بسوارن هذه السيدة نظيفة وقال أن صفختها بيضاء لم يمسسها أي سوق لكنها سيدة شجاعة وهي مصممة على الدخول في معركة ضد ترامب ومصممة على إسقاط ترامب وبسبب نصاعر التاريخ قدرت أن هي أظن تعمل ما يقرب من حوالي 6 ملايين دولار لتمويل حملتها الانتخابية ترامب عمل 30 مليون دولار لتمويل حملتها الانتخابية الانتخابات الأمريكية انتخابات مكلبة يعني لما نشوف الانتخابات لحصلت السابق ما بين ترامب وهلاري كرينتون انفق فيها مليارات الدولارات الدولارات وكل مرشح بيحاول أن يجمع أكتر المرشحين تمكننا من جمع الأموال حتى الآن هو الرئيس ترامب هل سيد مكرم هذه السيدة المرشحة بقوة أمام ترامب واللي صفحتها نظيفة زي ما حضرتك ذكرت هل قدرت أنها تحصد بعض الرضا الشعبي أو بعض الرضا الشعبي أدرت أنها تجمع يتزايد بصفة مستمرة نفوزها يتزايد تأثيرها أشهمها في اختفاع مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر